أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً نسلط من خلاله الضوء على اتجاهات التكنولوجيا خلال عام 2023 وبعده كما استعرض أهم اتجاهات التكنولوجيا في مصر إضافة إلى مستقبل التكنولوجيا وأوضح التقرير أن القيمة الاقتصادية المحتملة من الذكاء الاصطناعي التطبيقي ستتروح بين 17 و 26 تريليون دولار مشيراً إلى أن حصة الشركات التي تسعى إلى تحقيق القيمة تتزايد باستمرار كما أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينمو سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات في مصر بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.4% وذلك حتى نهاية عام 2029